ايه هي فايدة مؤتمر المناخر اللي اتعاقت في شرم الشيخ؟ ده سؤال للمواطنين. هيعود علي بايه؟ طبعا بعيدا عن ان الدولة. اي دولة في العالم من حقها انها تستضيف مؤتمرات. ومشارط تقدم تبريرات للمواطن على ده. بس انا همين اجاوب على هذا السؤال. لانه سؤال مهم. اول حاجة لازم تعرف. ان احنا متأثرين سياحيا. زي بعض دول العالم. موقعا بدأت تندع معنا في الغرداء. ودهبوا الكلام. بس لما تعرف ان اخوك اللي شغل في قطاع السياحة. هيشتغل لمدة اسبوعين. ومع وجود ما لا يقل عن 40 ألف زائر أجنبي. 40 ألف زائر أجنبي. يبقى قطاع السياحة اشتغل شوية. دفعه قدام. تلاقي اخوك ولا ابن خلتك ولا ابن عمتك في شرم الشيخ. بيقبض مرتبة هو بانتظام. حاجة تانية. ان الاربعين ألف اللجوم. اكيد مش كلهم زروا شرم الشيخ قبل كده. يا سيدي على الأقل لنصهم ما زرهاش. حيلقوا صور. حينزل على الفيسبوك على صفحته. هتبقى دعاية حلوة لبلدك. لشرم الشيخ. ان يجينا سياح تاني. وانت لو بتحب بلدك. هتتمنى ده بالمناسبة. ومعنى ان يجي سياح تاني. يعني قريبنا اللي شغلين في قطاع السياحة. الدنيا تبدأ تنتعش معه. لانهم بيعانوا معاناة شديدة. بيعمل في قطاع السياحة. عمالة مباشرة. يقبضوا كده. في قرابة اثنين ونص مليون. عمالة غير مباشرة. زيهم برضو. يعني هتتكلم في خمسة مليون. معتمدين على السياحة. يبقى هيجي لك سائح تاني. حاجة كويسة. تعال شوف معدل الانفاق. اللي جايين دول. معهم إرشنات يعني. انت جايلك أربعين ألف المسجلين. لو كل واحد صرف ألف دولار في الأسبوعين. يبقى أنت دخل مصر أربعين مليون دولار. طب لو كل واحد صرف متوسط خمس تلاف دولار. ما هو نازل في فندق. بيصرف. بياكل بيصرف. يعمل رحلة غطس. بيصرف. بيركب مواصلات. بيصرف. بيشتري شوية حاجات. يعني على سبيل الهدية لأصحابه. بيصرف. لو كل واحد صرف ما متوسطه. تلات تلاف دولار. يبقى دي مية وعشرين مليون دولار. انت محتاج لهم محتاج لهم. السياحة مزيتها العبقرية. انه نشاط يولد الدخل فورا. اول السياحة ما ينزل من الطيارة. بيروح مطلع الدولار على طول. مش لسه هتعمل مصنع. مش بعد كده. لا المصنع أهم. لأن السياحة بأي مشكلة بتحصل بتتأصل. يبقى ده مكسب ثالث. يبقى المكسب الأول جميع اللي عمليين في قطاع السياحة في شرم الشيخ استفادوا. ودهب. اثنين دخل مصر في حدود مية وعشرين لمية وخمسين مليون دولار. تلاتة ترويك سياحي لمنتج عالمي اسمه منتج عشرم الشيخ. قلت لك فيه عشرين ألف. أربعة عشرين ألف ورد ما يكونوا الزار. أربعة اسم بلدك بيتصدر وسائل إعلام الدولية. وده حاجة حلوة. دعاية. عايزة أقول لك دعاية ببلاشي. طيب دعاية ببلاشي ليه؟ لأن انت علشان اسمه مصري يجي. إيه اللي يخليها يتصدر أي أجندة دولية؟ فاهمني؟ طيب. فيه مكسب تاني اسمه المكسب السياسي للدولة المصرية. وده مهم. أكيد قادة العالم مش هيجوا لدولة غير مستقرة سياسيا. فدي شهادة لأن الدولة المصرية مستقرة. ما فيهاش مشاكل أمنية. لما أنا شوف رؤساء الدول دول موجودين في شرم الشيخ. يبقى البلد دي أمان. بدليل أن فيه أكثر من مية وخمسين وفد زاروا مدينة شرم الشيخ. صح ولا غلط. بص أنا أكلمك كده بالعقل. بالراحة يعني. فكل ده تأثير. تأثير الدولة. هذا المؤتمر مهم جدا. بتقيم الأمم المتحدة كل عام. في قارة من القراط. في قارة من القراط. يعني السنة الجاية هيقام في قارة أسيا. في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. السنة دي كان مفروض يقام في أفريقيا. مصر تقدمت بطلب. كان ممكن يترفض. ممكن يترفض. لا. بس فيه تأدير سياسي هنا. للدولة المصرية. والشعب المصري. لا. شعب ده مضياف. الدولة دي مستقرة. البنية التحتية. لمدينة شرم الشيخ. تستوعب ده. بالمناسبة. انت بكل تحضر مؤتمرات دولية. في بعض الدولة المتقدمة. تجد فيه ارتباك بالمناسبة في التنظيم. الكل شاهد بتنظيم مصر لهذا المؤتمر. ده يعني إيه؟ هقول لك. انت المرة دي عملت المؤتمر للتغيير المناخ. انت كده بتحط مدينة شرم الشيخ. ومفروض تتحط على أجندة سياحة المؤتمرات. مش انت عندك مؤتمرات بتعقد كل شوية. لمنظمة قوبك بتاعت البترول. طب لماذا لا تدعو مصر ومنظمة قوبك. يكتموا عندنا هنا. في مدينة شرم الشيخ. انت بتخيل الوفود دي. مفيش عجبل بك كده. انت عاف لو كل يومين ثلاثة عندك مؤتمر. احنا بعثنا رسالة للعالم. بنقول فيها. ان مصر قادرة على تنظيم مؤتمر. يحضره أكتر من مية وخمسين قائد دولة. ونوفر لهم الأمن والأمان. وأربعين ألف مشارك. ونوفر لهم المواصلات والأكل والشرب والمزارات. لمدة أسبوعين. إذا انت بتقدم رسالة غير مباشرة. لأي حد في العالم. عايز ينظم مؤتمر. ثم تيجي شرم الشيخ. مين اللي يعمل ده بقى. الحكومة بقى. هنا وزارة السياحة تستفيد. وزارة السياحة تعرض الصور دي. مصر استضافت مؤتمر شرم الشيخ. شفت الشغل بيجي ازاي. خلي بالك. احنا ما دفعناش دولار واحد. في المؤتمر ده. احنا كسبنا فلوس. مين اللي بيدفع بالمناسبة. الأمم المتحدة. مصر بس مجرد أرض استضافت. واحد بيقولك لو سمحت. لو سمحت. الدين الصالون بتاعك هستضيف فيه حد. القاعة اللي في النادي. انت مستضيف. بس تعال بقى القاعة دي ليها أجار. ما شكول لواحد نزل فقوضة. مصر ما دفعت لهش حاجة. الفندق خد فلوس بالدولار. بالعملة الصعبة. من الاربعين ألف زائر. مع الوفود. خلي بالك. خلي بالك. دي كلها. أنا برسلك فوايد مباشرة. لو أنت بتقول كمواطن. هو أنا استفدت إيه. للأسف ده مش هتلاقيه في بعض وسائل إعلام المصرية. بس هي دي الحقيقة بالمناسبة. وأن ده إنجاز رائع على أرض الدولة المصرية. أتمنى بقى من وزارة السياحة الاستفادة منه. أتمنى الحكومة تشتغل عليه. تقول لماذا لا يتم ترويج مقصد شرم الشيخ. كسياحة مؤتمرات في كل حاجة. غير كده بقى. المؤتمر ده. الخاص بالمناخ. والتغارات الملوخية. مؤتمر شديد الأهمية. ليه؟ لأن العالم تكلم كتير قبل كده على المناخ. بس ما كانش فيه تنفيذ للتوصيات. عشان كده المؤتمر ده. مصر حطيت له شعار. وفت علي الأمم المتحدة. اسمه قمة التنفيذ. مؤتمر تنفيذ التوصيات. فيه مطلب. مطلب. الدول الفقيرة بتدفع. بتتحمل تبعات الدول الغنية. تعرف أمريكا بتساهم حوالي 22-23% من إجمال إمبعثات الغاز في العالم. الدول العربية والأفريقية ما يجبوش 5-7%. طب أنا تحمل ليه؟ خلي بالك. وإحنا بنتأثر. هيبقى عندنا تصحر للأسف. تغير مواسم الأمطار. تأثير الزراعة. دلوقتي. هيبقى معنا مدخلة مهمة. يعني كل ده. كل ده. إحنا بنحصده. هي دي فكرة الوعي إن إحنا نبقى عارفين. هو إيه اللي بيحصل. وإيه أهمية مؤتمر تعمل فشار بالشيخ.